السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتواصل باللغة الفرنسية نحاول الاستفادة نحاول التحدث مع الاخر بدون اي تخاوف من يغدو ديها هذه المرة اقتلوها لكم درسان تواصله جديدا او حالة تواصله جديدة هناك الجزء الاول وكذلك الجزء الثاني اتباع الفيديو حتى الاخر لكي تستخدم الكثير من هذا الحصول اذا كنتم في محل تجاري مثلا تبحثون على الشئ الماء يمكنكم القول جي شرخ جي نفوو با او ستخوف او ستخوف هناك فرق بين المفرق والجل كتابة وليس قولا او ستخوف او ستخوف نفس الشي نطقا وقولا ولكن في الكتابة هناك فرق او ستخوف او يعني المفرد او ستخوف او انت معنا جمع او ستخوف او ستخوف او ستخوف او ستخوف مجبا والبناب المفرد او جمع من المفرد ونقوم بشكل أساسي تتبقوا لهذه العظارة لن الحل المصابر بحثنا عن شيء المفرد مثلا ونفعل هذا الشكل يوجد على مخامج الكتاب هناك يختلف سبب أحد الكتاب هذا يوجد على مخامج الكتاب وسنفعل ومثبت الشيء المفرد ومثبت الشيء المفرد ومثبت الشيء المفرد تابعوا الفيديو الثاني ومثبت الشيء المفرد تابعوا الفيديو الثاني تسمى الفيديو الأول حتى شكرا شكرا